بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلقي والإنبياء والمرسلين معكم محمد المشايخ رجعت لكم مرات تانية في موضوع الانفراستركتر اللي هي البلونية التحتية وهاي إن شاء الله المحاضرة رقم ستة في هذه المحاضرة إن شاء الله رح نتكلم كيف تنصيب الإكسجينج على السيرفر طبعا الخاص الذي رح يكون سيرفر إكسجينج هذا السيرفر الذي ما تعرفنا وهو موجود طبعا في شبكة الديم زيد الشبكة المعزولة عن شبكة الداتا سنتر ورح يتم تنصيب الإكسجينج على هذا السيرفر بداية السيرفر هذا رح يكون يا جماعة منصب طبعا عليه ويندوز سيرفر زي ما تعرفنا وحب أوضح لكم دقطة مهمة ما تستخدموا الويندوز سيرفر 2022 لأنه ما بيدعم الإكسجينج سيرفر لهذا الوقت يفضل استخدام الويندوز سيرفر 2016 وأنا رفقت لكم جميع التولز والأدوات واللاب وكل شيء رفعتكم إياه على سيرفر الميجا وإن شاء الله رح أرفق لكم الروابط من أول الفيديو إلى آخر فيديو حتى الجميع طبعا يندل عليها وما إيدوه طيب أول خطوة قبل ما نبدأ في عملية الكونفيجريشن وعملية التنصيب إحنا آخر شيء أخذناه عملنا الكونفيجريشن الخاصة بهذا الفايروول وعملنا الكونفيجريشن اللي هي خاصة بالديم زيد والداتا سنتر وخلصنا طبعا شبكة بشكل نهائي الآن في عملية اتصال ما بينهم جميعا تمام يعني عملية الاتصال بينهم جميعا وعند الانتهاء من عملية الكونفيجريشن الكامل لهذا السايت رح نقوم بعملية تست كاملة لهذا السايت قبل الانتقال طبعا لموضوع آخر طيب خلينا مع بعض قبل ما نبدأ في عملية خطوة خلينا بس نتؤكد هل في اتصال ما بين اللدوين كنترولر و السيرفر راح يكون هو ال 식انج طبعا الرنج بتاعه 10.2 اللي هو زي ما احنا شايفين طبعا تحت نطاق النيتورك اي دي اللي هو 10.2 كله انتر جميل جدا في اتصال ما بين الدومين كنترولر و سيرفر اللي هو راح يكون الاكسشنج لسه ما نصبنا الاكسشنج خلينا نعمل بنج ما بين هذا السيرفر و سيرفر الدومين كنترولر راح يكون 10.20 على 10 رائع طبعا زي ما احنا شايفين عمل لي اتصال و الاتصال جاري طيب خطوة اولى احنا لازم نكون مع السيرفر اللي راح يكون هو الاكسشنج لازم يكون جوين للدومين زي ما انتم شايفين طبعا انا عملته مسبقا جوين للدومين عشان الوقت ما يطول معنا زي ما انتم شايفين طبعا الاسم لازم يكون سيرفر اكسشنج و اضيفوه على داخل الدومين و راحنا على الاكتف دايد اكتري طبعا نتحقق من هذا الموضوع حتى يعني اننا نكون عارفين كل شيء ماشي بالتفصيل كمبيوترز زي ما احنا شايفين طبعا سيرفر الاكسشنج موجود تمام هو جوين للدومين و قبل ما نبدأ في اي خطوة لعملية تنصيب الاكسشنج لازم انا اعرفكم انه في عندي انا هون سلايد راح نبدأ في اتباعها خطوة خطوة علشان احنا نقوم بعملية تنصيب الاكسشنج بداية انا عندي تولز راح ارفقلكم اياها ان شاء الله هذه التولز موجودة طبعا في داخل الملف فهذا كل الاتر راح يتم ارفاقه ان شاء الله التولز هي موجودة في جوه ملف فولدر اسمه الاكسشنج هذه هي التولز وهذه هي نسخة الاكسشنج سيرفر اللي احنا ان شاء الله راح ننصها اول خطوة قبل ان انا اصحب هذه التولز انا لازم اكون عارف انه لما بدي اججي انص بالاكسشنج لازم يكون معي صلاحية الادمستراتر انتربرايز صلاحية الانتربرايز هو اللي بيكون اصلا اللي بيكون داير الاكتيف ديركتري على السيرفر اللي راح يتم تنصيب الإكسجينج عليه فبداية إحنا منيجي على السيرفر ومنعمله sign out لأننا إحنا داخلين باليوزرس اللي هو مين؟ اللي هو يوزرس الأدنيستريتر اللوكالي فهذا ما معه صلاحيات إنه يقوم بعملية لسيرفر الإكسجينج فمنيجي على الأدري يوزر ومنقله admin أو ABC administrator ومنقله password باسورد مين؟ password administrator هو المدير تمام يا شباب ولو شفنا هون راح يقول له ABC طيب أنا لو حذفت هاي مثلا قلت له . انظروا يا شباب كيف تحولت لسيرفر إكسجينج يعني أنا الآن بكتب له administrator أنا بفوت بالأدمنستريتر اللوكالي وليس الأدمنستريتر الانتربرايز اللي هو بتاع الدمين كنترولر أوكي فأنا بدي أرجع للدمين كنترولر بهذا الشكل تمام انتر بخلت الآن بسيرفر عفوا بأدمنستريتر الدمين كنترولر علشان أنا أقدر أني أعمل الإكسجينج وأعمل خطوات الإكسجينج انتظر علي بس لا يفتح السيرفر تمام بعد ما فتح السيرفر يا شباب وكل شي تمام طبعا هذا سيرفر الإكسجينج أنا حاطت لبس صورة علشان نتميزه عن باقي السيرفرات تمام أول خطوة نحن لازم نقوم بعملة التنصيب التي هي نذهب إلى التولز الموجودة في داخل الإكسجينج نسحبها كوبي نسحبها كوبي ونذهب إلى سيرفر الإكسجينج مع بين ما هو نازل طبعا يلزم أن سيرفر الإكسجينج يكون متصل بالإنترنت علشان نعمل الأبديت الأبديت لأنه سيرفر الإكسجينج يعتمد على الأبديت بشكل رسمي يعني لازم يكون أبديت الويندوز سيرفر حتى تقدر أنت تحدث آخر تحديثات بحتاجها الإكسجينج انتظر عليه بس لينزل نعمل رائع نزل عندي التولز تمام لأنه فتحنا التولز راح نحتاج طبعا أمالية الاتصال بالإنترنت طبعا عشان نحن ناتصب بالإنترنت راح ندخل على تحديثات الخاصة بالإنترنت تمام أنا عندي هنا بس أنا مش راح أصيبها ولا أزيلها لا باجع على أد وبعمل نتورك أدابتر وبتركها على خيار النت علشان أني أتصل بالإنترنت تمام هذا الشكل أنا عملت بالإنترنت تمام نجي نعمل بس تستنج نشوف إذا هو متصل بالإنترنت أو لا هو متصل بالإنترنت جميل أول حاجة نحن نحتاجها اللي هي النازل .net from work سبعة وخمسة فاصلة أربعة تعالي نشوف أربعة فاصلة سبعة انتظر عليه بس لا يحمل حسنا هنا بيعطيني رسالة أنه .net منصب من قبل طبعا من ضمن الويندوز بايد ديفولت يعني موجود على هذا الجهاز تمام كذلك الأمر سيكون خمسة أيضا موجود نتحقق من هذا الموضوع أيضا تأكد هل هو موجود أو غير موجود .ثيرا 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 ننتقل للتولز الأخرى اللي هي Microsoft Unified Communications نعملها Install ونذهب أيضاً على Visual Studio Visual C++ أيضاً هاي بتلزم التولز ونحتاج أيضاً الـ Update ممكن حتى ما نحتاج هذا الـ Update لأن الـ Windows هذا النسخة محدثة بآخر إصدار يعني ليس محتاجة أي أبديتس تقريباً انتظر عليه بس دقائق قليلة هو بيبحث عن تحديثات إن وجدت طيب بينما هو يا جماعة بس خلص عملية البحث تعالوا نستغل الوقت ونذهب إلى موضوع آخر طيب بعد ما انتهينا طبعاً من ونستبس الإنستوليشن بتاعت بتاعت التولز راح نذهب إلى النقطة ستة والتي هي Extended the Active Directory Schema for Exchange Server لازم نعمل الـ Extended الخاصة بالـ Active Directory ليش؟ لأن الـ Exchange لما بينزل لما نحتاج ننزل الـ Exchange فلازم الـ Exchange يرمي نفسه في الـ Schema بتاعت المنطقة لا تقلق لا تقلق هنا غالباً هو داعم لا يوجد شيء مشكلة لنا طبعاً نحن محطين إلى آخر الإصدار فخلينا نستمر محل ما توقفنا راح نحتاج يا جماعة نعمل الـ Extended Active Directory طيب كيف نعمل هذه الـ Extended Active Directory راح نذهب إلى الـ Active Directory أو الـ Domain Controller تمام؟ وقبل ما نقوم بأي عملية Extended Lent بدياكم بس يا جماعة انتظروا لي هنا هل في أنا عندي أي شيء بيرمز للـ Exchange؟ طبعاً لا ليش؟ لأن أنا لحد الساعة ما عدلت في الـ Schema أيضاً لو ذهبنا إلى Windows Administrative Tools وذهبنا على Add SI Edit وعملنا Connected ونعمله OK نعمل Connected على Schema بهذا الشكل زي ما احنا شايفين طبعاً ما عندي أنا أي شيء الساعة بيعني لي إلى Active Directory إلى الـ Exchange خلينا نشوف أيضاً هاي ما عدلو مين نيمج ما عندي أي شيء لسه و الـ Configuration أيضاً ما عندي أي شيء بيختص في الـ Exchange بهذا الشكل احنا نتأكد تماماً لما نعمل التعديلات 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 تنزل عندي في الـ Schema خلينا بداية لما نأتينا نطبق هذا الأمر لازم نقوم بتشغيل نسخة ISO اللي هي موجودة طبعاً معانا في التولز نذهب إلى سيرفر DC Dwayne Controller و ندخل على Settings نروح على CD DVD نختار Browser و نذهب إلى الملف اللي فيه طبعاً Tools Exchange ISO تمام هذا الشكل ثانياً ندخل على CMD و نعمله Run As Administrator و نختار D كيف أخترت D D بناءً على أني اتأكدت أني عندي ISO أخذت D فأنا الآن بذهب إلى Command و رح أخذ هذا الـ Command الأول Copy و برفقه عندي في داخل Command Copy و مش الـ Code مششغل الـ Copy مششغل أوكي اشتغل الى الآن تظهر عليه بس لا يعمل Check شكل الفايل زي ما احنا شايفين زي ما عطاني طبعاً completed الآن بدأ في عملية Extending Active Directory Schema الآن بدأ في خطوة Configuring ننتظر عليه بس ببع ثواني ولحد بس ما ينتهي إن شاء الله و بعدها نستمر في العمل هذه العملية ما بتأخذ وقت كثير ولكن مهمة جداً حتى إحنا أصلاً نقدر نسطب الـ Exchange تمام هذا هو شكل انتهاء إن شاء الله من عملية Extending ممتاز أعطاني completed هذا دليل على إنه الحمد لله كل الأمور ممتاز طيب انتهينا طبعاً الآن من الـ Prepare Schema نذهب إلى الآن إلى Prepare Active Directory for Exchange طبعاً هذه كانت للـ Schema الآن إلى Active Directory نسحب هذا أيضاً ممتاز يلعب فيه بنفس الخطوة يلعب فيه بنفس الخطوة و برضو ما أسحبه كوبي كوبي على الشكل عشان يعمل لي Prepare Active Directory و Organization Name رح يستيشي ليه طبعاً Exchange Lab ويعمل لي iAccept على Exchange Server License Dreams ننتظر عليه بس بضع ثواني و إن شاء الله تعالى رح ينتهي من العمل زي ما نرى نرى Analysis رائع طاني 100% كل شيء جاهز الحمد لله بدأ في عملية الـ Organization إن شاء الله ما رح تأخذ وقت رائع بعد يا جماعة ما انتهى من عملية التجهيزات أعطاني completed وأعطاني ساكسسفلي تمام؟ هيك أهنا ما نكون انتهينا من الخطوة الثانية بلقنا علينا الـ Prepare Domains هي والأخيرة طبعاً إن شاء الله أخذها كوبي هاي إحنا خلصنا من Active Directory وخلصنا من الـ Schema إلى ما بقي عندي الـ Domains الـ Domains لو كان أنا عندي طبعاً أكثر من Domain يعني كان عندي Child Domain وكان عندي Tree Domain وكان عندي Additional Domain ضروري جداً أعمل هذا الأمر لو ما كان عندي هذا الكلام عادي جداً تقدر تتخطى هذا الأمر وبيشتغل ماذا طبيعاً جداً وكان عن العديد من الـ Domain تمام؟ هذا طبعاً راح يكون عندي أنا الخطوة الأخيرة نأخذها كوبي نقول لها بس إن شاء الله تعالى هاي بتكون الأخيرة ونبدأ إن شاء الله بعدها في عملية تنصيب الـ Exchange لائع زي ما إحنا شايفين يا جماعة أيضاً أعطاني فهذا الشيء بيأيدنا إن كل العمل الحمد لله رب العالمين سليم وجيد ما في أي عيوب أو أي مشاكل تمام؟ بعد الانتهاب من هذا الحكي كل آياته خلصنا إحنا الـ Domain Controller أصبح جاهز عشان نتأكد نذهب لـ Active Directory زي ما إحنا شايفين Microsoft Exchange Security Group أنشأ لي OU خاصة بالـ Exchange تمام؟ قبل ما نعمل هذه الخطوات الثلاثة ما كانت هذه موجودة عندي تمام؟ ممتاز الآن نذهب حتى نذهب إلى الـ Additional Domain Controller ويفضل لما أنت تعمل الـ Extended وهي الأوامر يفضل يكون الـ Additional Domain Controller شغال حتى يعني حتى تقوم عملية الـ Replication ما بين الـ Domain Controller والـ Additional Domain Controller زي ما إحنا شايفين هذا الـ Additional Domain Controller طبعاً تحدث direct من الـ Domain Controller تمام؟ الآن نذهب إلى الـ Server Exchange بعد ما خلصنا طبعاً الخطوات الثلاثة اللي احنا بدنا إياهم ضروري جداً أنه نعمل هاي الخطوة واللي هي عملية الـ Install ونقوم بعملية الـ Install ونقوم بعملية الـ Install ونقوم بعملية الـ Install ونعطيه الـ Enter وننتظر عليه بس لها ينتهي من عملية الـ Install الخاصة في هذه الـ Tools طبعاً يا جماعة هذه الـ Tools بمكاناً نحن نزلها بشكل يدوي ولكن رح تأخذ معانا وقت كبير فانا أعملكم إياها في سكريبت صغير جداً هذا ملف في سكريبت طبعاً أنا إن شاء الله كماناً مرفق لكم إياه من ضمن الملفات بس حتى مجرد ما أنك تضغط على الـ Double Click بيشتغل لحاله يعني بدون ما أنك تأخذ كوبي بيست تمام؟ رح أفرجيكم الملف طبعاً هذا هو الملف اللي إحنا طبعاً بس مجرد أنت ما تضغط عليه طبعاً رح يشتغل لوحده زي ما أنتم شايفين بس مجرد أنت ما تعمله Run مثلاً مثل Active Directory يعني ما بيحتاجش أصلاً إنك تعمله كوبي بيست تمام؟ فانا راح إن شاء الله يعني مرفق لكم إياه في ضمن في ضمن الـ Tools من ضمن طبعاً الملفات اللي أنا مرسل لكم إياها طبعاً جميع الملفات تم رفعها على الميجا طبعاً بهذا الشكل بيكون عندي انتهى من تنصيب الرول اللي إحنا قمنا بتنصيبها طبعاً نعمل بصر Start للـ Server ومن بعدها إن شاء الله نقوم بعملية تنصيب الـ Exchange قمنا بتنصيب الـ Exchange ومن بعدها انتهى وفتح نقوم بعملية الدخول على الـ Exchange السيرفر أفواً الآن بعد ما فتح معي إلى السيرفر طبعاً أنا ننزل جميع الـ Tools وكل شيء أحاضر عندي فقط بعمل إيش Mount لـ ISO بتاع الـ Exchange وبذهب على الـ Setup بتاع الـ Exchange في الأسفل قمنا بتنصيب الـ Exchange رائع إذا أنا حبيت أن أعمل أشوف تشك بتاع الـ Update الخاصة في الـ Exchange فأنا بقول له continue to the Internet and check for updates إذا كان عندي طبعاً السيرفر وصل بالإنترنت فأنا حالياً طبعاً ما عندي ما يعني عايز أعمل الـ Update فأنا بقى أتخطى موضوع الـ Update هنا بيبدأ في عملية الـ Cubing Files ننتظر عليه بس لا يعمل الـ Cubing Files الخاصة بالـ Exchange ومن ثم طبعاً إن شاء الله بعدها ننتقل الـ Wizard الأخرى كما احنا شايفين طبعاً سريع جداً في عملية الـ Cubing بعد ما انتهمنا عملية الـ Cubing بدأ في عملية الـ Emotionalizing نشوف إن شاء الله شو راح يعمل معانا بعديها ممتاز طبعاً نفتح معي بس الـ Under Reduction ممتاز طبعاً أنا مش بحاجة لهذا الموضوع أنا بحاجة إن أنا أعمل بكل الـ Requirement أو الـ Settings بتاتي طبعاً أستخدمها أنا بشكل طبيعي أو أنت بتحب تستخدمها يعني ما بدك الـ Requirement بتاعتها طبعاً أخليها بشكل طبيعي أستخدم الـ Mailbox أو إذا حابين طبعاً تشوفوا الـ Requirement بتاعتها طبعاً بتختلف بعض الأعدادات لا أكثر يعني بعض الشيء بتختلف تمام الـ Mailware Obduction بعدين نعمل الـ Mailbuyer أو الـ Mailware إن شاء الله خليه يعمل الـ Cheeks أوكي عندي مشكلة واحدة فقط لا غير اللي هي عبارة عن الـ Bending Reboot From Revision Installation Windows Server Rules Features Restart Computer & The Run بيأكيد أننا لازم نعمل طبعاً رستارت للـ Windows Server هذا طبعاً للكمبيوتر من ثم طبعاً بنقوم بعملية مرة أخرى في عملية تنصيبها بس هذه هي كل الـ Error اللي ظهر عندي خلينا مع بعض يا شباب بس نعمل الـ Restart بس نتأكد مرة أخرى بدي نظهر لأي أرور إذا في أي أرور راح يظهر لي عشان نحن نقدر نحلو إن شاء الله تمام طبعاً اختفى الـ Error وأصبح الآن عندي جاهز تمام إحنا ما عملنا الـ Restart فقط يعني بس عملنا أصبحت جاهزة للـ Exchange Server وبهذا الشكل إن شاء الله راح نقدر إننا طبعاً نستطيع تنصيب الـ Exchange بشكل كامل وبشكل صحيح طبعاً هم راح يأخذ شوية وقت ننتظر عليه إن شاء الله بعض الوقت وبس نخلص طبعاً من عملية الـ End Store راح نشوف كيف راح نفتح الـ Exchange من خلال الـ Outlook الـ Website وبعدها إن شاء الله ننتقل لمرحلة أخرى ممتاز الآن يجماعة بعد ما انتهى من عملية الـ Setup الخاصة في الـ Exchange أعطاني Setup completed طبعاً والحمد لله رب العالمين إنها Setup has finished successfully طبعاً أخذ وقت كبير في عملية التنصيب فأنتوا لازم يعني تكونوا صابورين لحد ما ينتهي من عملية التنصيب الآن الخطوة التالية هو بيقول لي طبعاً لازم تعمل ريبوت ذا كمبيوتر على حتى سبت إنه يشتغل معنا بكامل التفاصيل الخاصة بالـ Exchange تمام؟ فهنا أبقى كله طبعاً الأفضل إني أنا أعمله Restart علشان الجهاز يعني يشتغل معايا بشكل كامل بس خليني أنتظر الأشوش راح يفتح معي نوفتح لي هنا Server Exchange ECB أفضل إنه حتى نفتح من خلال متصفح أو براوزر Firefox أو Chrome يعني بيكون أفضل بكثير من الـ Internet Explorer تظهر عليه بلدقاء قليل إن شاء الله ويكون يعني يفتح معنا فتح معنا الحمد للورب العامين زي ما أنتم شايفين أمامنا الآن أعطاني الـ Exchange admin center في هذه الحالة قمنا بتنصيب الـ Exchange وعملية طبعاً فتح الـ Exchange admin center تمام؟ الآن نقوم طبعاً بالدخول على الـ Administrator راح طبعاً نقل له ABC Administrator وغاي الباسورد بتاعة الـ Administrator وفي عندي أنا error أو الشيء ما شابه ABC Administrator بالشكل هيك إن شاء الله بنكون يعني فتحنا الـ Exchange وهو جاهز للعمل بإذن الله طبعاً هو بس في بدايته بيأخذ شوية وقت وبعدها إن شاء الله راح يكون يعني فتح معنا بشكل كامل وبشكل سهل تمام بهذا الشكل فتح الـ Exchange طبعاً بيلزمنا تحديد الزون فإحنا طبعاً نقدر نحادد الزون زي ما إحنا حابين بتحبوا مثلاً نختار أي دولة بتتحبوها أو أي دولة أنت مقيم فيها فأنا مثلاً على سبيل المثال بأختار كايرو اللي هي مثلاً مصر عفواً القاهرة تمام بهذا الشكل مضغط على Save فبعد هيك إن شاء الله راح يفتح لي الـ Exchange والـ Dashboard والـ Control Panel اللي بأكملها زي ما إحنا شايفين يا شباب فتح معايا الـ Exchange بكابل تفاصيله والـ Exchange Admin Center طبعاً بليز ويت هو أبنال بس بيحمل في الفيتشورز والغولز بهذا الشكل إحنا بنكون نصبنا الـ Exchange وتعرفنا عليه وشوفنا طبعاً كيف عنا بيتم تنصيبة وتوصيل الـ Exchange من خلال شبكة الـ DMZ في شبكة الـ Data Center طبعاً إن شاء الله تعالى المحاضرة الجاية راح إن شاء الله نتعرف كيف نربط الـ Exchange في شبكة الـ Exchange يعني نعملوا بابلش على الـ Internet ونخوض إن شاء الله في تفاصيل أكثر من هيك بإذن الله يعني ما تقلقوا أبداً راح نمشي خطوة خطوة حتى إنكم طبعاً تتعرفوا على الدنيا كيف ماشية وكيف بيتم ربط البنية التحتية حالة جماعة كل شيء بالنسبة له سيرفر الـ Exchange و شبكة الـ DMZ المحاضرة في الجاية إن شاء الله زي ما أقول لكم إنه راح نعمل اللي هو بابلش الـ Exchange على الـ Internet وهي بتكون من خلال الـ Send Connectors لو واجهنا على بلس من خلالها طبعاً نحن نقدر نعمل Send أو Receive الإيميلات والإضافة إلى كمان في سيرفر الـ Edge بس أنا بخللكم إياها طبعاً في محاضرة مستقلة أو في لاب مستقل عن باقي اللبات بهذا الشكل جماعة بكون قد انتهينا من هذه المحاضرة أتمنى لا تنسونا من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته